بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب ومتابعي السباكي اهلا بكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض او نتعلم مع بعض ان انا اه نقدر نعمل حنفية. اه حية تعيش مع عندك العمر بحاله. زي الخلاطة يا جمال انت شفتوه. خلاطة اللي هو السخنة وبارد. ده حنفية بس حنفية تلات تربع. تمام? هي اه هتصرف شوية بس انت تعمل حية تقدر تعمل فيها سيانة. تمام? تقدر تعمل فيها سيانة وتقدر تسلحها او التغير لها القلب بتاعها. وحاجة اه هتركبها عندك هتنساها اه ماذا الحقيقة بصراحة ومشاء الله يعني مركب منها في المسجد ومركب منها في شغل كتير. اه حنفية عملية جدا. احنا عارفين النهاردة طبعا الاسعار الحنفيات والمحابس اه يعني رفعت خالص والاسف في بعض الانواح كتير جدا ما بيحصلش فيها سيانة او ما بنقدرش ان احنا نصلحها بعد مضوز بفترمي. حنفية النهاردة احنا زي ما احنا كلمت اهوة ده اه حنفية طبعا تلاتة اربع. الجلبة هجيب لها جلبة الشركة جماعة بس جلبة مش معتمدة. عشان برضو ما انكلفش اه تكلفة عالية ان شاء الله هكون نص بوصة. دي معانا جلبة طبعا الشغلة تركي. اه جلبة نص بوصة بسن خارجي. طبعا ممكن نعمل سن بلاستيك زي ما انتو شفته. زي السن ده كده جماعة. ممكن نعمل السن ده يربط في الحيطة. لكن الفكرة النهاردة ان انا هكلف حاجة بعملها صح. بحيث انني المركبها عندي لو قبلتنا مثلا اه كوح حديد. ممكن الك في موسيل حديد قديمة معمولة. فتيجي تركب السن البلاستيك ده هو هتيجي تربطه. للأسف لو احنا عاملين السن ده يعني هنا مكان الجلبة. ممكن ما يربطش على الكوع الحديد القديم. تمام? فاحنا نعمل الجلبة دي طبعا افضل حاجة. تربط بصلاحة كويسة وتقدر نحتاج ايه اه تشتغل على صح. بنحتاج اه جلبة نص بوصة سن خارجي. بنحتاج حرف تيه تلات تربع لحام. بنحتاج كوع مسلوب برضو تركي تلات تربع فنص. تمام? لان في المعتمد انه مش موجود. المسلوب ده هو اه في بعض الشركات. بنحتاج كوبشة عادية او كوبشة بلاستيك. مش اي معا. عشان برضو ما نكلفش نفسنا. اه تكليفة عالية. وبنحتاج كتغطان مواسير زغيرين كده هو اه طبعا دول كتير كمان يعني انا بنقول يعني ايه قطعتين زغيرين زي كده. قطعة تلات تربع وقطعة نص بوصة. وبنحتاج اه جلبة جلبة دي تمام الحنافيتين. تمام? ممكن نعمل جلبة استلس يا جمعة. جلبة نحاس. لكن انا برضو مش عايز ان احنا نعل التكلفة. يعني ده انا بشغالها في الخلاط. ان الجلبة دي غلي. جلبة دي نحاس مطلي. تمام? فالجلبة محملة والجلبة غلي. فالنهاردة ممكن نركب جلبة زي كده. تمام? او بنركب آآ بوش. تلات تربع في نص هنقطعه بس لازم نقطع شفة منه عشان القلب يعاد معنا. فاحنا خلينا في الجلبة العادية اللي موجودة في السوق. دي اللي هنصبها معنا يا جماعة. في الحرف التين هوا عشان ان احنا نقدر آآ نغير القلب بتاعنا ان شاء الله. آآ بنحتاج قلب نص بوصة يا جماعة. هوا. ده قلب نص بوصة. او. نضيق قلب نص بوصة. طبعا الجلبة هتعمل هنقطع الجلبة اتنيا. هتعمل معك حنافيتين اتنيا. تمام? او. طبعا نحاول نشرحها بالسلوغ زي ما انا عامل في دي كده من برة. آآ ممكن نركب قلب آآ سلد عادي ما فيش مشكلة. لكن هيكون غالي شوية. لو احنا عايزين نركبه يركب. لان هو نفس المقاس برضه جماعة. ده نفس المقاس او. تمام? فكل واحد بقى لحسب ظروفه وامكانياته. فانا افضل القلب النص بوصة برضو عشان آآ ان احنا ما نزودش برضو التكليفة. اده كل الحيات اللي احنا بنحتاجها يا جماعة. زي ما انا اتكلمت هؤمن. حيات بسيطة مش يامة. آآ لو انا هشتغل طبعا حنافيت مش لازم شغله معتمد يعني شغله تركي. عشان آآ ما كلفش نفس التكليفة على زي ما اتكلمت. وبحتاج معايا كترتين زي دول طبعة بجيبه من اي محل. بحيس انني هعمل شغل في المصورة دي من الداخل. زي ما هنشوف هنعمله مع بعض. فبسيح عشان تقفل معايا البوز بتاع المصورة. انا كنت الاول بقفله على جسم المكوة. بسخنه كده على جسم المكوة. لغاية ما تطر معايا وبعد كده ايه تقفل. بس كده طبعا بتاود وقت. فالجلبة طبعا نسخنه على النار. اتطبع. وهن ايه? هنقفل بها. وهنحتاج جلبة زي كده او اي جلبة ممكن زي كده برضو ان اعمل عليها السن اه لو حبيت ان انا اشغالها محبس. يعني اعمل دي حنفيها ومحبس في نفس الوقت يا جماعة. انا ممكن اركب عليها واصلة. تمام? وممكن اركب عليها شطاف وتوماتيك. وممكن اشغالها حنفيها عادية. تمام? آآ هنبدأ ان شاء الله مع بعض على بركة الله وياريت تركيزوا معايا حبيب المبتدئين عشان الناس بتبعاتلي آآ في بعض الاسئلة. نوركو برضو الفكرة بتاع ده يا جماعة. آآ عشان برضو آآ حبيبي نحاول نشيل نحاول نشيل الوردة ديا. دي وردة بلاستيك. تمام? وبعد كده بتحل المصمار. هذا المصمارة جماعة. وادر كوبشة. حلان نحاول بنحتاج بب سبعتاشر زي كده. اهيا. نحل القلب بتاعنا. نحاول نزلة برضو على السريع. بص يا جماعة. دي باية الجلبة ايه. باية نفس الجلبة دي باية معي هن. اهو. دي الجلبة هي نص جلبة بتبات معي. نشوف برضو من جوة. ايه اللي معمول معنا? طبعا انا عامل قطعة مصورة يا جماعة شايفيني القطعة المصورة اللي جوة دي. دي قطعة مصورة نص بوصة. قطعة مصورة نص بوصة. وندخلها مع بعض كده ان شاء الله. هتخش معنا من المشترك اول. تمام? بنحتاج القطعة صغيرة خالص. طبعا القطعة دي بتتقفل من ناحية. تمام? وبعد كده بنعمل فيها سوب. بس بنحاول نعمل فيها جزء مبطت كده بحيس ان القلب هيطبع معي. القلب بخش. لان في الناس بقول لك هو القلب بيقفل ازاي على حرف تي تلت تربة. ما صحيح القلب دي لو نزل كده هيقفل ازاي. يعني القلب ده منزل في حرف تي كده مش هيقفل. اصلا ومش محبس دفن ناحية. فناز بتسألني ده يا جماعة الفكرة بتاعتنا ان احنا بنعمل قطعة المصورة دي وبنعمل لها آآ مانيام بحيس آآ قبل ما بنعمل الفتحة او السوب اللي هو الداخلي ده هو. تمام? يبقى عند الماية بتخش كده مفتوحة يا جماعة. مفتوحة من الداخل. شايفين عامل ازاي من جوة? مفتوح اي. يبقى الماية بتخش ما بتعدلش هنا على طول مباشر. ما بتعدلش هنا. الماية بتخش. طبعا القطعة دي مقفولة من جوة. فالمية بتطلعها من الفتحة دي. يبقى دلوقتي القلب ينزل يطبعها على الفتحة دي يقفل لي. اه. ينزل يقفل كده. فكرة بسيطة خالص ان احنا نقدر نعملها وحياة تعيش معاك. بقول لك لو القلب ده احب ان هو بوض. احب التغيره. تجيب وتغير وتقدر تعمل صيانة فيها. انت بتعمل حاجة. لا هيحصل فيها صادة ولا هيحصل فيها اي مشاكل خالص. لان في بعض المتابعين بيعلق لي بيقول لي انت عامل حنفية مكلفة. لا انا عامل حنفية مش مكلفة. انت لو اتكرن حنفية اللي مبيدة في السوق لو هتجيب حنفية كويسة هتكون نفس التكلفة. لكن انا ما تكرنش دي بالتانية. حنفية دي تعيش عندك فترة طويلة جدا. يعني كفاية ان انت تقدر تصلح. يعني كفاية ان انت زي ازا تعمل خلاط. ان انت تقدر تعمل نفسي انا. وايه? وتصبحها معك. تمام? يعني احنا بنتعلم مع بعض ايا فكرة بسيطة خالص. ولكن نحدش طبعا اه ان هو اخد ده له منها ان شاء الله. انا عملتها برضو ونفستها وهنزلها ان شاء الله برضو. بنحط الكليبس بتاعنا هون. تمام? كده قفلها هيا. نفتح. تمام? كده قفلت معانا. خشي كده تبص تلاقيه خلاص قفلت. اول حقيقة طبعا يا جماعة هن نسبت معانا الجلبة دي زي ما احنا شايفين هون طبعا بعد انزخانها على النار نحاول ان احنا ننزلها في المشترك او في الحرف التى بنبياتها بالشكل ده. طبعا اما حقيقة جماعة ان احنا ندخلها عادلة. شايفين انه بدخلها ازاي? او. طبعا نحاول ننزلها بزيادة شوية وننمحها برضو يا جماعة عشان دي مهمة جدا. لو دخلت معانا العكس. او. بعد كده بنبردها بالمية يا جماعة. كده بعد ما نبردناها بالمية يا جماعة. شايفيني السن طبعا بات معانا. كطرة مصورة زي كده. نكون فاسل. تمام? عشان نربطها في الجلب معانا. وبعد كده بنبيات. طبعا بنحاول نبياتها وننزلها تحت شوية حوالي اتنين ميلي او تلاتة ميلي كده. عشان تعمل معانا دي بلا دا جماعة. نفاسب على الوش. لان الجلمة دايما بيكون فيها حرف برا عالي. والحرف التاني من او بايتها من جوا بيكون ارفع. فعشان تبات معانا كويس جوا. بعد كده هنشيل معانا الوش دوا بالقطر او هنمشيها على جسم المجوه مع بعض. دي معانا طبعا نسخنط الطبقة يا جماعة. نحاول نحن نحط فيها المصورة او نافل فيها المصورة. كمان احب تعمل ديا عشان نسيب بس لإيه? آآ نسيب المشترك. آآ يبرد معانا طبعا ما نحاول نقفل ديا نحاول نقفلها عادلة برضو يا جماعة. تمام? نحاول نحن نقفلها او ندخلها في المصورة. في الطبقة. دي طبقة ايه? طبقة ما قفلها يا جماعة. دي طبقة ما قفلها. حاول دخلها برضو ايه? عدلة معانا. ونضغط عليه عشان تقفل معانا في الداخل. طبعا الست المشترك بس يبرد شوية عشان السن بتاعه بعد ما نبردناه. آآ بالنسبة للطبقة دا يا جماعة لازم نسيبها تسخن كويس. زي ما احنا شايفين يا جماعة طبعا نحاول نبردها برضو ما نحاولش ان احنا نحلها. تمام? هي ممكن تكون نقفلش على اخر لكن ممكن نعملها برضو على المكوة. طبعا نبردها هوا. وبعد كده بنحل الطبقة طبعا نحاولت حلتها على البنك بس شوية وبعد كده بمفتاح زي كده. او نفتاح فرنساوي. ونحاول ان احنا نحلها طبعا قفلت معانا هيا. شايفين يا جماعة? طبعا فاضل سنة بسيطة. يعني دي كانت محتاجة بس تسخن كمان شوية. انا استعجلت عليها لكن عادي ممكن نعملها بقى على جسم المكوة. بسي نشيل بس الدبلة دهيا. نحاول برضو نخلي بانا احنا شغالين بالقطرة جماعة كون شغالين دي بحرص. عشان ما نتعورش بس اهو. طبعا القطعة المصورة اللي دي بلاهين اللي طلعت معانا زيادة. تمام? نحاول نكون كترة مصورة نضيفة. ما نفعش نجيب كترة مصورة عادية. ونعملها عشان بيكون خميتها بلاستيك. فمع الوقت هتكون ضعيفة. نجي نقفل القلب بعد كده كاوتشها بتاع القلب لما تقفل وتضغط على التحت. اللي يحصل فيها بقى ايه? بتطبع مع القلب جوه وهتضعف معانا. تمام? اهو. بعد كده هنعملها على جسم الماكو. على جسم الماكو كده اوهن. طبعا قفلت معانا يا جماعة شايفين? اهو. لان هي فتحة صغيرة. طبعا عشان اعمل ده كل في البداية من غرف طبها هتقض معي وقت شوية. تمام? هتقض معي شوية. فاحنا بقول الطبقة دي هتسهل علينا اكتر. يعني الطبقة دي هتسهل علينا اكتر. اه. كده قفلت معانا تمام. ما عادش فيها اي حية خالص اهو. كده احنا قفلناها وطببناها. اهو. نسيبها طبعا تبرد معانا. سيبها طبعا معانا. ونحاول نشيل الدبلة اللي معانا المشترك. تمام? حقيقة انا برضو عايز اتكلم عليها برضو ان احنا ممكن لو الكوبشة بتاعتنا جبيرة. والقلب النص بوصة بيكون المسافة بتاعته صغيرة يا جماعة. وكون الطول بتاعه مش طويل قوي. فممكن بقى ما يجي ركب الكوبشة تحوش معي في الحرف ده. بمعنى ان انا لو هركب كوبشة زي كده بلاستيك شايفين? طبعا نفس المسافة. في القلب مسافته صغيرة. القلب ده مسافته صغيرة. اه. قلب مسافته صغيرة. يعني انا ما اجمع ده كده ممكن ممكن الكوبشة تحوش معي. انا ما اجمع ده كده انا جمعت القلبة على السن اللي انا عملته اهو. تمام? فممكن تحوش معي. انا ممكن ما كنتش دخلة معي على الاخر. لو هي مش دخلة معي على الاخر ممكن ان انا ايه? اجوف دي تجوفها بسيطة. بمعنى ممكن اعملها على المكوى وممكن بالقطر زي كده. اهو هاكل بس الشيف الخارجية كده اهو. اعملها دوران. الخارجية ده جمعة اهو. هاي بس هاته خالص ان احنا نقدر نعملها يعني اهو. كده ايه معا شايفين اهو. عملتها دوران شايفين الدوران اهو. خط الدوران بس خفيف. ممكن بعد كده بعد مكالة تانية بعد دبلة اللي هي الزيادة في في السن حوارين السن. ممكن انا بس اهيه همشها بس لضع المكوى كده. سنة بسيطة كده. اهو يا جمعة. طبعا يا الكبشة ما عشادش لان انا طبعا قطست القلب السن ده قطست الجلبة شوية جوه عشان كده القلب ما متفوق. عشان كده ايه ما حشدش معي اهو. تمام? من سيبها بها تبرد. نوعا عندي لو في اي زيادة كده يا جماعة بعد ما عملتها على المكوى. تمام? لو في اي زيادة كده جاية فوق السن. ممكن ان انا برضو اشيرها بالقطر. عايز اسيبها ما فيش مشكلة. بس انا بتكلم لو في زيادة ان ندخل معنا. ممكن ان احنا ايه? ننضفه بالقطر كده مش هزاعر في حاجة اهو. تمام? اه. طبعا السنة جوا زي ما احنا شاكينا اهو. اهو. فيش هي حي يسد معنا جوا. تمام? اهو. بيتنا. عملنا على المكوى. عملنا المانية من الضبران كده. زبطناها خلانا شكل حلو زي الشغل اللي ايه? الحرف التي جاهز اللي موجود معنا في السوق. تمام? كده بقى فاضل معنا ان احنا نزبط القطعة الدخلية اللي هنربط عليها القلب معنا. كده القلب بيربط معنا هو نفيش مشكلة. تمام? اهو. كده بقى نفتح القلب. اه. شايفينه الكويتشة بتتحرك جوه يا جماعة. اه. الكويتشة بتتحرك جوه معنا. كده هتنزل بقى تقفل معنا على القطعة المصورة النص بوصل اللي احنا هنعملها ان شاء الله. كده القلب فتح معنا على الاخر. هذا كده هنحله. ونزبط معنا الكطعة اللي احنا هنعملها ان شاء الله. ده قبل ما نطحها جماعة طبعا احنا افلنا هوا. افلنا البوز بتاعها. قبل ما نطحها يا جماعة لازم نعملها على المتوى. على جسم المتوى. تمام? نجيب كده اوان المتوى كده اوان. بحطها على اي حاجة. وحاول انني على الايه? على المنيم ده اضغط عليه. بص يا جماعة. اعمل جزء كده مضلع. طبع دمكو جزء مضلع. لازم اطبع الكطعة ديا. تمام? تكون اه حاولي تلاتة سنتي. ويكون اه التضلع بتاعتها اعدلة. يعني ما حاولش ان انا لفها. انا اصيبها كده بس بغيه ما ايه? تعمل جزء على قد. على قد الكويتش معانا. تمام? انا محتاج الكويتش ديا. حتة بس على قد عرض الكويتش. شايفين كويتش ديا? حاولي سنتي ايا يا جماعة او سنتي ورابع. تمام? اهو. شايفين يا جماعة? اهو انا عملت جزء اهو. شايفين? اهو. مضلع كلته زبعة. اهو. احاول بس ان انا ايه? انا اععمها شوية. اهو. ما حاولش اضغط جامل يا جماعة. انا ما حاولش ان انا ايه? اسيبها كتير عشان ما تضعفش معي. لو ضعفت معي يبقى ايه? المشوار تباز معي. اهو. احاول بس ان انا ايه? طبعا ما بالجراء كده بيحصل ايه? اعمل ايه التسيل معك? عشان تطبع معك كويس وتطبع معك كويس. اه. خلال ده اللي انا محتاج اه. اسيبها على هواه. تمام? ايا جماعة. شايفين الشكل اللي بجي عامل ازاي? شفت انا انا عملت حتى اديه على عد ان انا اقدر اطبع عليها القلب. كده. طبعا ما بحطعش خالص. انا بسيبها زي ما هي كده لما تبرد. تمام? لازم تبرد يا جماعة. بس معلومة برضو يا جماعة ان احنا بعد ما عملنا الجزء ده كده بططناه نحاول نعمله على الماك وكده اهو. تمام? نعمل فيه دوران خفيفة اهو. شايفين يا جماعة? دوران خفيف كده في البوز. ليه بقى? عشان ده اللي اديني المجل لما اتعدي. تمام? لان دي ده يا جماعة احنا هندخلها كده في المشترك. هدو المشترك يا جماعة. هعدها في المشترك. ده هتعدى في المشترك يا جماعة. شايفين مش هتعدى للاخر. عشان ما تقفليش الفتح. انا عايز مخرج للمية. دي ما توصلش يعني معدهش كده للاخر. كده قفرت معي. ما مش هتعديل اهو. كده قفرت. ما نفعش. شايفين المخرج يكون بسيط خالص اهو. لازم يا جماعة تكون اهو. بحيس ان انا قدي مجال برضو ان انا قدر احط القلب بتاعي طبع كويس لان يعني ما تلحش لبرة جامل كده. طبعا لسه هنخرم. الخرم ممكن يجي في الجزء اللي انا قفلته. تمام? فاحنا نخليها كده اهو. تمام? اهو. كده وسط او خالص. اننا سيب حوالي اه حوالي نصف سنتيم. اهو شايفين سبع جامعة جواه. اهو. بينا من هنا اكتر خالص اهو شايفين تتحة دي. اهي. تتحة كبيرة خالص اي. تمام? يبقى لي معديش دي. معدهش للاخر. بعد كده هعلم بقى ان شاء الله هنا كده. بعد كده باعلم عليها جامعة. اهو. كده زبطناها. اهما هي احنا زبطنا المسافة وسيدنا المسافة بما تعدي. بعد كده بعمل ايه? طبعا نفعش مني يقاطع على وش دي كده. لان انا محتاج مصره لسه هتتلحم هن. فانا بدي علام. اهو. تمام? وبعد كده بقى اللحة خالص. وباخد نص المسافة دي. نص المسافة دي جامعة. دي جي مسلا لو معنا سنت ونص بقعد نصها. نص المسافة دي كده. نص المسافة دي كده. بطلع من المشترك معي جماعة. ركزوا معي اللي عليكم. تمام? وبعد كده. باعلم هنا كده هوا. بالشكل ده كده. خدت المسافة دي بحطه. يبقى انا هقطع من اول هنا كده. خلاص? بحنا كده عرفنا هنقطع دي. بعد كده باجي على دي. وبعطي. على العلام اللي انا عملت جوا يا جماعة. ها. نحاول قعد اللي داية. عشان العلام يطلع معي. مظلوق. ده كل الحتة اللي انا محتاجها اللي فقاش شغله كله. اه. ده الحتة اللي انا محتاجها. شايفين يا جماعة مقفلها من جوا. ايه. ومضلع معي عشان القلب يقفل يخدم علىها كويس. تمام? هتيجي ناقسها اللي ايه نفس القوتشة او نفس عرض القوتشة معي. ولو بقى القوتشة بارز دي شوية مش مشكلة. من كده كده الخرم اللي اعماله او الفتحة اللي السجب اللي انا هيكون اقل من دي. لان اللي عملنا بنفس القوتشة مش هيقفل. لازم يكون ارفع. اه. عايزين نركب قوتشة عريضة. مفيش مشكلة ممكن نركب القلب ده. القلب السلد بس هو هيكون غالي. فعشان كده انا بقول مش عايزين نزود التكليفة في الحنفية. وده هيعيش معنا برضو نصف بصة مش وحش. بعد كده قصينا يا جماعة هوا. هنعديها معنا في المشترك. طبعا نحاول ندخلها عادلة. تمام? بالشكل ده كده. هو نننمحها كويس. وبعد كده نضغط عليها. لغاية ما تجيب المستوى او المنسوب اللي احنا محتاجينه. تمام? اه. زي ما نتكلم. تلازم نسيب مجال المية تعدي. اه. نحاول برضو ان احنا نبص عليها لو محتاجة ان هي تيجي شوية كده او كده. ننمحها اهم حاجة عشان دي لو جات بزاوية معك. تأكد. اه. شايفين المية طبعا هتعدي كمية ما يحب. اه. بعد كده هنحاول نشوف اي نقطة بوهية عندنا يا جماعة. اي بوهية كده او اي حية ان احنا نعلم. طبعا ما عليش انا ملاقيتش طبعا بوهية. ممكن نجيب اي قلم الوان عندنا يا جماعة. تمام? نحاول بس نبلل ايه? احنا عندنا دايما اي قلب اي قلب يا جماعة. بيكون في اه بيكون في السن بتاع اللي داكب على الكوتش هي بيكون بارز بالشكل اللي احنا نشكله ده او. نحاول بس نبلله كده او. تمام? نربطه معنا. نجمد عليه. نربط من السافة بتاعتنا. وبعد كده نحاول بس راعة كده ايه? نضغط بس عليه عشان يعلم معنا. انا قفلت كده اول. تمام? نفلل مرة كمان. ده اف فتح معنا. دخل له. رب يكون اعلم لان الالم ده بيجف بسرعة. رب الحمد لله اعلم معنا. اه. بعد كده ده هيكون السوق بتاعنا جماعة. ده هيكون السوق بتاعنا بالزبط في نفس المنتصة في المكان ده كده. طبعا احنا ممكن نخرب ببونتزة كده لو متوفرة عندنا جماعة اما حيك يكون حاجة عادلة. انا مش عايز اقول لك مصمرة عشان ما يكونش في سين. وممكن نجيب سيخ حديد عندنا اي سيخ حديد اتنين لينية او اتنين ونص. تمام? زي كده. ونخرم بيه. تمام? ممكن نعمل بالبنطة بالشنيور. بس لو الشنيور مش متوفرة احنا دي حلور يعني عشان لو الشنيور او البنطة الحددى دي اللي احنا نخرم بيها مش متوفرة. كده بعد خرمنا اجي معا. ده السوق با هو. شايفين? ونحاول بقى نقفل المانيام ده. اهو. بس طبعا المانيام ده. مش هنفع تقفل الا ما نحط القلب ده ونقفله. تمام? اهو. نعفل نهون. نحاول بقى ان احنا نربط القلب. تمام? اهو. نربطه كويس. وبعد كده نقفل. عشان الجزء اللي داخل ما يتحركش معنا اهو. كده كوتش هافلت. شايفين كوتش هاجمعة? اه. اه. افلت اي. تمام? خلاص. افلنا كده. نحاول بقى ان احنا ايه? نلحم بقى الجزء ده او نعمله على الماكيو معنا. بس نحاول ان احنا اه نختبره برضه قبل ما بنقفل الجنب دول ونحاول نشفط لو في اي تسريب معنا بيبان معنا. على اللقم الزاكر يا جماعة. اللقم الزاكر اهو. تمام? نحاول بس ايه? نخش كده بس ما نخشش على اللقم على اخر عشان انه محتاج لسه هلح. اهو. تمام? افلت معنا ايا. كده الفصل بتاع قطعة المصورة اللي كده معنا. نحاول بس لو في اي حية كده ايه. عشان ما ما تقفلش معنا. بقى اي قطعة لنا كده اول. عشان تطلع معنا كويسة لو في حية زيادة جات. ما تقفليش الفتحة معي. ربا انا كده قفلت المانيوم اللي حوالين المصورة او القطعة النص بوصة. طبعا فيه دخول وخروج يا جماعة. اللي عندي الجزء اللي قفلته ده ده اللي هكون الدخول بتاع المياه. ده اللي هتلحم عليه الجلبة اللي هي الجلبة اللي هي بسل. تمام? وده اللي هيكون الخروج بتاع الحنفية. ما نفعش العكس. اهو. كده بقى ما نجي نشفط او نجي ننفق فيها نشوف الضغط بتاعها التسريب بس ما تبرد معنا تطلع معنا كويسة ان شاء الله. هنلحم بقى الجلبة معنا يا جماعة. طبعا لازل نخلى بالنا من اللحاة. تمام? كده لحمنا الجلبة اونا يا جماعة. بعد كده هنلحم بقى قطعة نصورة. تلات اربع. طبعا ما عليش قبل ما نلحم القطعة ده يا جماعة ما عليش لازم نحل القلب عشان بقى عنده عمالية تنفيس. ما نفعشي ان القلب يكون مفهول عشان الحرارة ديا لازل بيكون في تنفيس لها. عشان تخش معنا في القطعة. تمام? مش لازم ان انا اخش الاتنين سنطا جماعة. اه. انا كده كده هنقطع عشان القوة. تمام? يعني حتى الدبلة دي ممكن نشيرها عادي بالدبلة للزيادة دي. ممكن نشيرها بس ايه. تغبرد بس معنا. هنسخن الجلبة دي عشان نعمل سن عشان نشغلها محبس وهنا فيها في نفس الوقت. سخناها النار عشان نعمل عليها سن. زي السن دي كده جماعة. اللي يركب على الكوب. اه. هنقطع معنا المصورة. طبعا انا مش محتاج مسافة كبيرة. عشان الكوع بس. اه. على المصورة دي كده كويس. تمام? اه. طيب اللي احنا احتاج نعرف كتعة مظهرة اصغار خلص. تلات تربع وكتعة من الصبازة. واعنا من ما بشير الدبلة ديا. تمام? من بشير الدبلة ده جماعة. اهي. بتدي مجال معايا ان انا مباش عندي فاصل ما بين الكتعطون وبعض. زي دي كده شايفين? شايفين المنظر يا جماعة? شايفين منظر اللي جلبة تلحمت على الحرف التي تحس ان اما قطعة واحدة. يعني تحس ان دي كلها قطعة واحدة. ما فيش معان دي بروفس. ليه? عشان بنشيل معنا الدبلة زيادة. لان الدبلة مع الدبلة التانية هلازم غزب هتعمل معاك فاصل في ايه? في اللحان. فاحنا بنشيلها هادي بالراحة كده اول نظافة. ايه? شلنا احنا ندل لكم اللاو. ده الكه طاينة اه? سخننا على النار. بعد كده هحط على المصارف طاعتنا. عشان. طبعا لو لعنها سخنة جاملة يا جماعة وتحس انها بسيح معانا بسرعة ما نحاولش نضغط عليه جامد عشان ما تبارس السن معي اهو. احنا مش محتاج سنة كبيرة اهو. اهم حاجة بس ان انا المحة جامعة تكون عيدلة معي اهو. عشان السيدة يطلع معي كويس اهو. شايفينك طبعا هي عيدلة معنا. بعد كده امبردها على طوب المية. بعد ما امبردها برضو يا جماعة اهو. اه ما هي مبرد على طولها جماعة بالله عليكم. اهو. عشان يطلع معي سن كويس ان انا قدر اربط عليه الوصل. اه. شايفينك السنة طالت عامل ازاي? هيا مش هادله. برضو يكون معنا وصلة زي كده نجرب عليها يا جماعة. اهو. شايفيني جماعة? اهو. سيبتت معنا. تمام? اهو. بنا اقدر اشغالها على شطاف اوتوماتيك. واقدر اشغالها على وصلة لوانية جنب قاعدة ولا حاجة. بتشتغل محنة فيها ومحبس في نفس الوعد. طبعا انا ممكن نشير الدبلة دي برضو. لان كده كده السن ده مش يربط معنا في الحيطة. لواني عامل سن بلاستيك زي كده هشغالها على الحيطة ومش عايز يكلف نفسه في في الجلبة. ممكن اعمل سن زي كده يربط على الحيطة. بس لازم يكون عندي سن الحاس في الحيطة يربط عليه. تمام? هنشوف برضو مع بعض الوقتي. يعني انا عندك واحد في الحيطة بولي زي كده يكون في سن الحاس. لو روبطت عليه السن البلاستيك ده لا هيربط كويس. اهو. شايفيني جماعة? تمام? خلاص ربط معي على آخر. شايفين? السن كلاته دخل جواها جماعة. اهو. لو انا عندي شغل بلاستيك لا اعماله بلاستيك ما تكلفش نفسك في الجلب. مواسير حديد? لا اتأكد ان السن ده مش هتقدر تربطها على السن او الكوع اللي هو الكوع الحديد معك. اهو. تمام? طبعا ده برضو هنقصها لان انا محتاج البوز بتاع الحنافية. هتكون مسافة سيارة. عايزة طوالة برضو ما فيش مشكلة. لو هو البطاول شوية ما فيش مشكلة كده. اهو. هعمل بس انت اللحام. اهو. هنلحم بقى معنا الكوع جماعة. اما هي نلحمه كويس هو اما هي ما تنسى وتلحمه العاكس. اهو. احنا فتحنا القلب كده. وشلنا الدبلة عشان خاطر. طبعا نحاولنا المحة بسرعة يا جماعة. اهو. ما شاء الله. الحمد لله رب. الحمد لله رب العلمين. تمام? كده ما شاء الله هو طلع عشر على عشر كويس معنا. هنلحم بقى الكطعة معنا. كطعة مصص بوصة. مرضو مش لازم انني آآ على خلال الاخر. هما هي بس ألمح للاتجاهة بتاعها. مع الحنفية. ممكن اخلي بوزها قدام شوية كده بحيس انها رجبة تمطر له مية ازا الحنفية الجاهزة ان هو ايه يبقى مفتوح سنة كده قدام. اهو. بعد كده هنركب الكبش طبعا نتأكد ان القلب مربط كويس. هنفتحينه. كده مربط معنا جاملت. هطل الكبشة بتاعتنا. مصمار. هذا مصمار بتاعنا. انت عمل حنفية. بتعيش عندك العمر كلها يا جماعة. الحنفية اللي احنا عملناها دي. ما شاء الله انساها. يعني انت اركب الحنفية دي وانساها. انساها خالص. بصراحة يعني. انا بقول لك الكلام ده ان شاء الله. قلت بقى الوردة. طبعا اللي احنا حاببين نطور المسافة دي ما فيش مشكلة. بس انا شايفش ان هي شكلها كده يعني جميل. شكلها اشيك. ما شاء الله. ده معنا الجلبة الثلاثة اربع. وده النص بوصها يا معا. اهو. ده الثلاثة اربع وده النص. رحفة الله يا معا. طبعا لازم نجراها برضو معاكم. والميزة الجميلة ان الكبشة معنا ماشي مع مستوى الحرف اللي تيه الثلاثة اربع نفس التخنفة مدية منظر معنا حروة. يعني منظر جميل بسرارة. طبعا الجلبة دي ما فيش كلام فيه. ان احنا نرابطها على كحة دي وكحة بالاستيك. ما فيش اي مشكلة خالص. عندنا احنا نفاته النهاردة معدية المية جنيه. والاسف ما بتتصلحش بالترمية. لما نعمل هجل بزاق. هنفاته ازا كده اه واصبلها سلني جوه واركب لها قلب كويس. لا انساها هتركبها مش هتفكر ان انت تعمل في اي شغل بعد كده. ولا صادة ولا اي حاجة. اركب بقى الملوحة عالية. مياه عندك مياه جوفية. لا مش هاجرها لها اي حاجة خالص. هتلف على تفلون برضو مش مشكلة. هي بس يتبس انا ما نجرب كده. الله توفى جميلة بصراحة. ما شاء الله. ربنا وفاقكم وتقدروا تنفذوا هي بقى. وتكون حية كويسة عندكم. طبعا اللي يقدر ينعمل الحاجة دي انهم الفنين. والمفتدين ان شاء الله هيحولهم ولوها تطلع كويسة معهم ان شاء الله. نجربهم مع بعض. دي طبعا احنا فيها قلب سراميك. بلاستيك. ده قلب سراميك بلاستيك يا جماعة. دي رجبة دي ورجبة كوبشة بلاستيك يا جماعة. ده حاجة بقى ايه اقل بقى في التكلفة. اقل خالص انا بصها. شوف دي طبعا هيت خطي يا جماعة. طبع عمي. بص انا عمل في ايه. شرشرة بكتعة مصمار عشان تبقى برضو خشانة فيها خشانة ده حتحكم فيها. وركب قلب بلاستيك آآ سراميك. فيه منه موجود لقلب البلاستيك ده بس مش بتوفر كتير يا جماعة. قلب سراميك بلاستيك. ركب على البول على طول. ركب على التيل ده على اعمله سنة. انا في البولي يعني مش مزوب له سنة. تمام? ده طبعا نطرت خلاطنا الصبوصة لان في ناس ساعد بيقول لك ان عندي الخلاط عايزة اشغله على الخلاط عايزة اشغاله على نفس المخرج اللي موجود عندي ملوش مخرج طبعا مش هجمد على قوي. نفتح بها المياه. بسم الله الرحمن الرحيم. يورا يا جماعة. هي ما شاء الله ضغط مية. ما شاء الله. يعني شوف السجب اللي كان معمول يقول ان هو مش يعد المياه ده كل ده. طبعا جلبة ما شاء الله. جلبة دي ركابها نساها. نركب الجلبة النحاس دي ما شاء الله هجي قوي. سنقدر نشغلها على وصلة زي ما احنا اتكلمنا. نشغلها على شطافة كوماتيك. طبعا يا كده قفلت معنا جماعون. كده قفلت معنا خالص اي. تمام? نتصفية بس عشان ببا فيها هوا كده. كده قفلت معنا. يعني قفلت. ممكن تجيب لفة كمان الكوبشة دي. عندنا في البيت ما نحاولش حتى لو خلاط قديم آآ كوبش ما نحاولش ان احنا يعني شوفها بص جابة لفة بص جابة لفة معي. ده اللي بيأكل الكويتشة اللي يجيبه. اللفة الزيادة دي بعد القفل هي دي اللي بتبغض الكويتشة بتاعت القلب. فاحنا خلاص قطعت مية تمام? نعم. قطعت مية قوة واتباحنا خلاص. قطعت مية احنا مش لازم ان احنا نقرص عليها جامعة. خلاص قفلت كده مش لازم بقى ان انا اضغط اللفة. اللفة دي ملهاش لازمة جامعة. اه. رب يكون عجباتكم فكرة والاول مرة اشاهد محتوي بتاعنا ان هو يشترك في القناة وفعل الجرس. آآ عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.